لكن فيما تعلق بالنادي الأهلي بقى مبارح كان يوم حافل مليء بالمباريات كمان بخلاف الموكب اللي احنا بسطنا به لكن بسطنا بحاجات كتير جدا تانية أهمها تأهل النادي الأهلي رسميا لدوره بعد نهائي مطول الدورة لأبطال أفريقيا تأهل مش يعني بالشكل اللي احنا كنا بنتمنى أو اللي احنا كنا بنتوقع وانا هنا عندي نقاط كتير جدا عايز اتكلم فيها لان انا دايما بحب اتواصل مع جمهور النادي الأهلي من خلال السوشال ميديا من خلال الابليكشانات المختلفة التطبيقات المختلفة ونسمع عراء بعضه ونتكلم في مصلحة النادي الأهلي وإيه اللي محتاجه النادي الأهلي دايما وإزاي الأهلي أو الفريق الأول تحديدا لكرة القدم إزاي بأحسن وأفضل من كده ولمست بشكل كبير جدا حرص جمهور النادي الأهلي على إن الفريق فيه بعض السلبيات متطفق مليون في المية بالتحديد بعد مبارات الأمس فيه سلبيات فيه سلبيات كنا وحشين كنا وحشين جدا الإجابية الوحيدة مبارح بصراحة إنك مخسرتش المطش دا إنك تعادلت واستدعيت روح الأهلي في آخر عشر دايق جبت جنين وتعدلت مخسرتش بعد ما كان ممكن تبقى النتيجة يعني في الشرط الأول الحمد لله ضربة الجزاء ضعت اللي كانت مع آخر الشرط الأول لفريق المريخ كانت تعتبقى مشكلة كبيرة قول لكن أنا حابب دايما والأغلبية العظمة من جمهور النادي الأهلي حابين دايما إن إحنا نحط كل حاجة في حجمها يعني مش لما الأهلي يكسب ويعمل مباراة كبيرة زي مباراة فيتا كلوب نقعد نهلل والأهلي دا زي الفل وجامد جدا ونفيش أحسن من جدا لا أنا مش معا كده آه نشيد الأهلي كان حلو في ماتش فيتا كلوب لكن برضو في المقابل لما الأهلي لعب ماتش وحش زي ماتش مبارح ماتش سيء جدا بصراحة زي ماتش مبارح ما ينفعش إن إحنا نقول لا الفرقة دي مش نفعة دا فيه لعيبة كتيرة جدا لازم تبشي دا فيه لعيبة فيه مراكز لازم ندعمها لا لازم نبقى وسطين الأهلي كان وحش مبارح طبعا كان وحش فيه سلبيات لازم تتعالب دا حقيقي لكن أنا عندي أو جمهور النادي الأهلي أنا دائما بقول يعني أنا واحد من جمهور النادي الأهلي لما يغلط لعبة النادي الأهلي في مبارزة مبارح أحسن بكتير بكتير لما نشوف أخطاء في الأدوار الإقصائية اللي هي بتخسرك اللقب أنت حتى لو خسرت مبارح أنت سعط أو خسرت 2-0 أو 2-1 أنت تأهلت رسمي غيرت لكن لحدها ما نحبش خسارة طبعا دي ثقافة جمهور النادي الأهلي في الحقيقة وأنا بشوف حاجة مميزة لأن دي بتتنقل للعيبة فاللعيبة بتبقى عارفة كويس أو أن أنت لازم تكسب أين كان ماتش مين يعني ماتش البيرن في كاس العالم كنا عايزين نكسبه رغم أنت بتلعب أقوى فريق في العالم فهي دي ثقافة جمهور الأهلي ومنقولة بالشكل الأمثل للاعيبة النادي الأهلي ده معروف لكن أنا كجمهور النادي الأهلي مطلوب مني إيه مطلوب مني الدعم وكلمة الدعم هنا ممكن البعض بياخدها في إطار أن أنت بتدعم وخلاص وأي أن كان الفريق حلو وحش تدعم لأ لما يكون الأهلي واللعيبة دي تحديدا عندها رصيل وعملين مباريات كبير ونفس الفرقة دي هي اللي جابت دوري أبطال أفريقيا لا أدعمهم طبيعي جدا أن هما في يوم من الأيام يبقوا حشين طبيعي جدا أن هما يخسروا مطش من المطشاط يبقى يوم مش يومك النهاردة وتبقى تعمل مراوحشة وتخسر كمان ده بيحصل في الكور أنت مش تكسب كل المطشاط لكن في نفس الوقت طالما إحنا مش قسرانين بطولة لغاية دلوقت الأهلي مخسرش ولا بطولة في مشوارة هذا الموسم بيتنافس على كل الألقاب فبالتالي مطلوب منك هنا إيه بقى في التوقيت ده إنك تفضل تدعم لغاية لما تشوف الناتج في الآخر هيكون إيه طيب في ناس تقولك قصة التدعيم ده بيهدي اللعيبة وبيخلي اللعيبة يفتكروا إن احنا مش عادي لا يا جماعة مش كده أنت لما دعمت الأهلي لما خسر من سان داونز سنة قبل اللي فاتت بالنتيجة كبيرة وخرجت من البطولة إيه اللي حصل تاني سنة جبنا البطولة لما سقفت اللعيبة وما شعفوا لما حسيت إنه مطمتش القياب يعني حاولوا وعملوا كل عليهم بعد ما استفادوا من الدروس اللي كانت في مطش الزهاب الكارسي السنة اللي بعديها عملوا إيه جابوا دوري أبطال أفريقيا فأحد أصعب البطولات في تاريخ البطولة دي بالذات وجبتها من إيه من غريمة التقليدي في الدربي في النهاء نهاء الكارد فبالتالي الناس دي عندها رصيد محتاجين إن إحنا بس ندعمهم لغاية لما نشوف نتيجة عكسية ساعتها بقى يبقى فيه كلام ساعتها نبقى فيه انتقاد لازع وانت دلوقتي يحقق لك إنك تنتقد ويحقق لك إنك تقول السلبيات ما فيش أي مشكلة خالص لكن ما تهدمش ما تتبحش وانت ماشي في البطولات كلها بشكل كويس حتى لو الأداء مش قوي بس انت ماشي بتستنى دايماً الناتج في النهاية فهو ده المطلوب وهو ده المعنى لكلمة الدعم وانا بالتحديد عايز أعرض تويتيت محمد مجدي أو البوست اللي نزله على انستبريم تعديل ماشي على تويتر وكلام مهمة قوي بيقولك ويوريك قد إيه لعابة الأهلي وعية وتفكيرهم وثقافتهم عاملة إزاي اقرأ معاي ده بعد المطش مبارح قالك إيه قالك الحمد لله مبروك لكل جمهور النادي الأهلي على الصعود ربما لم تكن المباراة الأفضل بص هنا اعتراف بأن الأهلي ما كانش حلو لكن الأهم فيها إنك إيه ما خسرتش وانت سيء مباراة سنتذكرها كثيراً لنتعلم منها ده كلام أفش تمام نعلم تماماً مسئولية تمثيل النادي الأهلي لكل إخواتي اللعيبة يعني هو عارف كويس قوي هم كلعيبة عارفين مسئولية إنك بتمثل نادي كبير زي النادي الأهلي هنا بقى بيوجه رسالة اللعبة بقول لهم إيه إخواته إخواتي اللعبين لا تراجع ولا استسلام إحنا الأهل وهدفنا معروف للأمام يا رجالة القادم أفضل بإذن الله كلام يعني حلو جداً فيه اعتراف بإنك كنت وحش كفريق لكن في نفس الوقت بتفكر في اللي جاي في نفس الوقت بتشجع وبتدعم نفسك وبتخلق ثقة ثقة لنفسك بالشكل الأمثل عشان تقدر تكمل مشوار البطولة وده أمر غاية في الأهمية وأنا يعني استريحتي جداً أو جمهور نادي الأهلي أكيد ببسط بكلام زي ده من أفش هو نزله ببوست ونزله على الستوري لأن طبعاً اللعيب من الأهلي بيتكلم بالثقافة والعقلية يوم من اللعيب لما بيكلم مع بعض الكلام ده بيتنقل ما بينهم ومن بعض فبالتالي الناتج بإذن الله يكون إعجابي مع نهاية النوص ده فيما يتعلق بأفش